لا خلاف في أن العلاقة الأمريكية الروسية تشهد توترا بشأن جملة من القضايا الإقليمية والدولية وفي صراع الكبار هذا يتجلى الملف السوري بوضوح كأحد تلك القضايا الشائكة في الآوينة الأخيرة فمقاربات البلدين للأزمة تختلف اختلافا جذرية وكذا الحلول التي يطرحانها وتعارض الولايات المتحدة بقوة الدعم الروسي للرئيس السوري بشار الأسد وأوقف البنتاجون العام الماضي مناقشات عالية المستوى مع موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم وتدخلها في أوكرانيا لكن تعزيزا عسكريا روسيا في سوريا واحتمال قيام موسكو بعمليات جوية في المجال الجوي السوري دفع إدارة أوباما إلى الاعتقاد بأن بدء المحادثات العسكرية مع روسيا قد يكون ضروريا لتجنب حسابات خاطئة وجاءت أولى ثمارها في اتصال هاتفي أجراه وزيرا دفاع البلدين لأول مرة منذ أكثر من عام وبعد لقائه بنظريه البريطاني والإماراتي في لندن عبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هو الآخر عن أمله في إجراء تلك المفاوضات مع موسكو في القريب العاجل يعتقد الرئيس أن المحادثات العسكرية خطوة تالية مهمة ويأمل في أن تجري قريبا جدا وأن تساعد في تحديد بعض الخيارات المختلفة المتاحة لنا ونحن نبحث الخطوات القادمة في سوريا تركيزنا ما زال ينصب على قتال داعش وأيضا على التسوية السياسية في سوريا والتي نعتقد أنه لا يمكن تحقيقها مع وجود الأسد لفترة طويلة وسارعت روسيا من جانبها إلى تأكيد استعدادها هي الأخرى لمحادثات مع المسؤولين الأمريكيين الذين تشير تصريحاتهم إلى عدم ممانعة بقاء الأسد في السلطة لفترة غير طويلة في إطار تسوية سياسية ما وأشارت وكالة الإعلام الروسية إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا تظهر أن هناك التقاء في وجهات النظر بين البلدين بشأن معظم الموضوعة تقرير تقرير